حملتكم الجماهير جزء كبير من هذه المسألة أولاً وصفة خروج أيوب وخروضكم بالهروب من الفريق بهذه المرحلة وقبل الدخول لدوري أبطال آسيا ثانياً حملتكم اختيار اللاعبين اللي بسحق بصراحة يمثل فريق الزوراء شا تريد تقول على هذا الحديث؟ يعني عفواً من من اللاعبين اللي ما يستحق سهموا بعد الجمهور يروف الجمهور أكيد يعني هذا مو هروب إحنا من عندنا لا مو من طراحة يعني بصراحة يعني لا من الكابتن أيوب ولا من عندنا إحنا ما هربنا بالعكس قلت لك إحنا استقطبنا اللاعبين وإحنا مسؤولين على خياراتنا واستقطبنا اللاعبين وفق إمكانيات النادي المادية المحدودة حسب ما تعرفون حضراتكم والكل يعرف كثير من اللاعبين أبدوا رغبتهم واستعداتهم للنجيل النادي الزوراء بس العاقل الوحيد والجانب المادي يعني مثلا أكو لاعبين لا مو أنت تقول هاي خياراتي أكو لاعب أنت ردته من هذا الدوري كله بكل الأندية وما وفرت لك إيا الإدارة قلت لك لا والله ما عندي فلوسة يعني مثلا إحنا على سبيل المثال ساعد عبد الأمير لا ساعد عبد الأمير ردتو يعني بالعكس موردنا يعني صار تواصل بيننا وبيننا وبين الكابتن أيوب شكال طلب يعني المبلغاني أعرف حسب يعني 400 وأكثر من 400 400 مليون ايه 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 نعم والشرطة قادرة أن تدفع هذا المبالب صراح يعني إحنا صارت أكثير عندنا من المشاكل بالبداية وكلها شدت على أدينا وبالعكس وباركتنا هذه القيارات يعني لاعب أحمد جلال مثلا دخله والإخوان في نادي الشرطة يعني إحنا وصلنا إحنا تعرف أننا ملزمين إحنا ملزمين شكال ملزمين شون الرقم اللي يعدكم أعلى سقف تنطي للاعب كرة قدم يعني حسب علمي يعني حسب علمي أنا ما أعرفه يعني حسب علمي إحنا التزمنا باللواحة اللي اللي هي 150 وخطر الاتحاد 150 والباقي تقر مكافآت أو حوافز زين حتى لا يكون فقط سعد عبد الأمير مذكور بالحديث أكو غير لاعب روتو ما صارت الصفقة هم أيضا بسبب المادة يعني علي حسني علي حسني أيضا رادة الزهراء نعم علي حسني نعم أبدأ رغبته وقبل ما يتفاوض مع الإخوان بالجوية نعم جلس معنا هم طلب رقم عالي ما قدرت عليه أكيد يعني الأرقام اللي كانت وإحنا يعني استقطبنا اللاعبين وفق المراكز يعني بصراحة اللي إحنا كنا محتاجين بس فقط اللاعب للأخير شيء بوسط لا توقف عن هذه النقطة بس أريد بصراحتك المعتادة عندنا لاعب بالدور العراقي تحياتنا لكل لاعبين تستحق هذه المبالغ عطفا على الأداء الفني اللي جاي نشاهده بالمباريات لا أبدا لا حتى ما فكرت بالجواب رسا قلت لا ما شاهدنا في مستويات الموسم الفائد والموسم الحالي شقد يستحق اللاعب العراقي على هذه الأداءات رزقه الله يوفقه ما خالي نعلم ما هي حقيقة احنا في عالم الاحتراف وهو رزق لاعب وهو مرتبطة بعائلة والله يرزقهم إن شاء الله شقد يستحق اللاعب العراقي على هذا الأداء يعني لاعب المنتخب الوطني مية مئة مليون مئة يعني هاي إذا مئة مليون لاعب منتخب وطني بصراح على ما انشاهده واذا ملاعب منتخب وطني يعني بين يتراوح أعلى حد أعلى حد ولاعب منتخب أولمبيا ولاعب جيد خمسين تعيد تعيد مستوى الدوري تعيد مستوى الدوري نبقى بهذا التصاعد في العقود نشاهد طلب المستويات تتفقوا بهذه المبالغ لو ما تتتفقوا أستاذ علي أنا عفوا